خلينا برضو في بريطانيا عندنا بحث بريطاني اسمه روس فيلس عمل دراسة الدراسة دي نشرها في اكبر الصحف العالمية زعم فيها ايه قال فيها ايه انه اكتشف السر الحقيقي ورا لعنة الفرعنة قالت انا خلاص عرفت ايه السر بتاع لعنة الفرعنة البحث البريطاني قال ان دراسته اتبنت على معرفة السبب ورا موت 20 شخص من الاشخاص اللي اكتشفوا مقبرة الملك توت عن خامون سنة 1922 واللي كان موتهم سبب في ظهور مصطلح لعنة الفرعنة وبقى فيه اختلاف كبير فيه ناس بتصدق ان فيه فعلا لعنة للفرعنة وفيه ناس بتقول ان دي تخاريف وما بين نصدق ومش مصدق عشنا اكتر من 100 سنة البحث البريطاني قال ان العشرين شخص اللي ماتوا كان سبب موتهم ان الفرعنة كانوا حطين في المقابر بتاعتهم يورانيوم وحطين مواد مشعة عشان يحموا المقابر دي وان كل الاصابات اللي حصلت للفريق اللي اكتشف مقبرة توت عن خامون ليها علاقة بالتسمم الاشعاعي واليورانيوم اللي اتحط بشكل مقصود جوه المقابر الفرعونية او المقابر المصرية القديمة وقال ان معظم المكتشفين اللي ماتوا ماتوا بسبب سرطان الجلد والجلطات على الرغم من انهم ماتوا بعد فتح المقبرة بسنين وانهم اصلا هم كانوا كبار في السن روس دلس بيقول ان التعارض للمواد المشعة دي بيعمل سرطان زي اللي حصل لعالم الاثار هوارد كارتر اللي جات له نوبة قلبية سنة 1939 هو اكتشف مقبرة توت عن خامون هوارد كارتر 1922 1939 هو مات بعد معاناة مع سرطان الغدد اللينفوية بيقول كمان الباحث انه من ضمن اللي دخلوا مقبرة المقبرة علم الاثار اللورد كارنفون من ضمن الناس يعني اللي دخلوا مقبرة توت عن خامون واللي برضو توفى بسبب سخونة والتهاب رئوي شديد وجالوا تسمم في الدم بسبب لدغة نموسها اما علم المصريات البريطانية آرثر ويجل واللي حضر حفل افتتاح المقبرة الملكية مات هو كمان بعد معاناة مع سرطان فيلز بيزعم ان السموم دي كانت بتتحط في المقابر لحمايتها وكان بيتقال عليها في النصوص الاثرية ارواح شريرة عشان يخوفوا بيها الناس من انها تقرب من المقابر بتاعتهم وان فيه مستويات اشعاع عالية عند المقابر الملكية على حسب كلامه البحث البريطاني بيقول انه فيه دراسات بتقول انهم لقوا غازات الرادون في ست مناطق في سقارة تحديدا عند المقبرة الجنوبية وانفاق مقبرة السرابيون ومخازن هرام زوسر وان دي كفيلة انها تصيب اللي بيتعرض لها بسرطون الرئة